السلام عليكم يستحب الإكثار من تلاوة القرآن الكريم ومدارسته في شهر رمضان المبارك ويستحب أيضاً الاجتماع في المساجد من أجل تلاوته قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقد ورد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن بين جبريل ليلاً ففي الليل تتجل السكينة والأنس ويصفى فكر المر مما يعكره ويستحب أيضاً أن يتطهر المسلم ويتوجه إلى الكبلة حين تلاوة القرآن الكريم ويجوزاً يكره في أحواله جميعاً أثناء قيامه وقعوده والطجاعه وركوبه فهو من ذكر الله وقد قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعولاً وعلى جنوبهم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته